بإذن الله صرمت الصبر يا نصر يا معوز بهذه الكلمات لخص هذا المحارب الكهل عنوان معركة القلاص التي شهدتها عدن إبان اشتياح الحوثي وصالح إنه اللواء الركن علي ناصر هادي قائد المنطقة العسكرية الرابعة الذي تصادف الذكرى الثانية لاستشهاده كانت المعركة غير متكافئة لكن المدينة التي دفعت هذا الرجل السبعيني للخروج بسلاحه قائدا لمعركة التحرير ألهمته القوة فمضى صوب معركته وكان أحد الخيارات الصعبة حين قرر الرجل أن يخوض معركة التحرير هو ورفاقه على الرغم من ضعف الإمداد العسكري وشح الإمكانات قاتل ببسالة وخض معركة استعادة الدولة ومواجهات الانقلاب كانت المواجهات في محيط مديرية التواهي وكان قناصة ميليشيا الحوثية مركزون في المرتفعات وأسطح المباني سقط اللواء علي ناصر هادي شهيدا في السادس من مايو 2015 على مدخل التواهي بعدا علي ناصر هادي المدون في سجلات التاريخ اليمني الحديث الرجل القادم من أسرة فلاحية في موديا بأبيان وأحيل للتقاعد مطلع 2007 حين استدعي للوقوف في وجه الاشتياح الذي خلف جروحا بالغة في عدن واحد من القادة العسكريين الذين ضحوا في معركة استعادة الشرعية ودفع حياته ثمنا لها ذهب الشهيد على أكتاف أبناء هذه المدينة الجريحة وهم الذين دفعوا به إلى الواجهة مجددا كقائد وودعوه كقائد وخلده تاريخ اليمن وتاريخ هذه المدينة كأحد أعلام الكفاح اليمني الحديث